هجوم رضا عبد العال على محمد الشناوي ويا تارى أحمد عبد القادر هيلحق ماتش سراميكا كيليوباترا ولا لأ وإيه مدى صدق العروض اللي متقدمة لمحمد ماجدي أفشا لاعب النادي الأهلي وموقف الأهلي إيه من الزنفولي كلام كتير جدا في حلقاتنا معاكم النهاردة ولكن أهم حاجة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتسرعة خلينا نبدأ حلقاتنا معاكم النهاردة بعد ماتش الأهلي والمصري اتفاجئت بأن كابتن رضا عبد العال طلع بيتكلم عن محمد الشناوي وبيقول محمد الشناوي مستوى بقى سيء جدا ومستوى عمال بينزل وإنت لو جايلك عرض للخليج اخلع بقى أحسن ويسيب الفرصة لمصطفى شبير الحقيقة أنا طبعا أعدت عيد وزيد كده وأقول هل فعلا هو بيتكلم عن ماتش المصري أولا أمعرفش هو كابتن رضا عبد العال بيقيم بناء على إيه يعني وغالبا إيه نظام سمك لبن طمر هندي يلا في حبة هجوم كده على الشناوي اليومين دول يبقى يلا نزود الدنيا هجوم علشان نولع الترند ونعلى بقى في المشاهدات والحاجات دي لأن لما تيجي تشوف هتلاقي إن بالأرقام وبالأداء محمد الشناوي عمل ماتش جيد جدا قدام نادي المصري هتلاقي إن محمد الشناوي عمل تلت تصديات في الماتش ده الماتش ده كان مهم جدا إن انت تخرج منه كلين شيت وإن ما يدخلش فيك هدف لأن ده كان ماتش الصدارة على الدوري فده كان ماتش مهم جدا إن انت تخرج منه كلين شيت وما يدخلش فيك جون عشان ما توعدش تدخل في حسابات ده رقم واحد رقم اتنين إن في تصدي كان مهم جدا لمحمد الشناوي زي ما احنا شايفينه كده قدامنا دلوقتي التصدي ده كان في توقيت كمان مهم جدا لو لو قدر الله كان دخل فيك هدف في التوقيت ده كان هيبقى تعادل وكان الموضوع هيكون صعب جدا عليك ويحطك في توطر شديد جدا قليل حاجة بتتكلم إن الشناوي عامل استنادي في الدوري ستة كلين شيت ما استقبلش غير تسع أهداف ضربتين جزاء صد منهم واحدة فأرقام محمد الشناوي هي أرقام جيدة وأرقام كويسة جدا ومحمد الشناوي اسمي كبير ومحمد الشناوي يفضل هو حارس مصر الأول ففكرة إن انت تقررت إن انت تطلع وتتكلم عشان تعمل شوي ترند على حساب الشناوي ده مش هينفع عايز تتكلم تتكلم كورة تتكلم أرقام تتكلم أداء لكن ما تتكلمنيش أي كلام كده وخلص ده رقم معي طيب تعالى بعد كده روح معاك ليه أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر شارك في المران خاص بالنادي العالي قبل مطش سيراميكا كيليو باترا طب هل ممكن إن هو يلعب المطش وارد جدا هل ممكن إن هو يكون في حسابات مارسال كولور إن هو حتى يكون على دكة البودلاء وارد جدا خلي بالك إن أحمد عبدالقادر قبل الإصابة وقبل التوقف ده كان رجع بمستوى كويس جدا وكان فارق جدا مع النادي الأهلي فأعتقد إن هو لو سليم ممكن بشكل كبير جدا إنه يبقى له دور فيه مطش سيراميكا كيليو باترا هروح معاك لمحمد مجدي أفشا وفكرة هل في عرض متقدم لأفشا ولا لأ وأفشا ممكن يروح الإمارات لأ ده جاي له عرض من السعودية مفيش أي صحة تماما للعروض دي ممكن يكون كلام وكلاء لكن مفيش عروض رسمية متقدمة للنادي الأهلي بخصوص محمد مجدي أفشا الموضوع مقفول يا جماعة مفيش أي عروض حالية متقدمة لمحمد مجدي أفشا طيب هروح معاك بعد كده للزنفولي الزنفولي فيه طلع كلام إن الزنفولي الأهلي خلاص يفعل بند الشراء لا لسه لحد دلوقتي لسه طب موقف الأهلي إيه لسه لم يحدد بعد لا لي ما حددش هل هل هيستغنى عن الزنفولي ولا هل إن هو خلاص هيفعل بند الشراء ويخلي الزنفولي معاك طب ده متوقف بناء على إيه خلي بالك من حاجة مهمة قوي معي إن النادي الأهلي داخل على بطولات مهمة جدا وبالتالي كل دي هيكون لسه ليها حسابات مع مارسال كولر ومع ميشيل يانكون طبعا مدرب الحراس وبالتالي لسه هيبان فيه خلال الفترة اللي جاية هل الزنفولي يكمل مع النادي الأهلي ولا لا ولكن مع الأسف الشديد لأن أنا بحب على المستوى الفني حتى كمان محمود متولي خارج حسابات النادي الأهلي بنسبة كبيرة جدا وده طبعا بسبب الإصابات المتكررة للعب ولكن محمود متولي لعيب كبير لعيب آآ كان مهم لعيب الحقيقة لما الأهلي احتاج له آآ لآ ولكن للأسف إن هو لعب حظه وحش شوية آآ في قصة الإصابات دي فبنسبة كبيرة محمود متولي أقدر أقول لكم إنه هيكون خارج حسابات النادي الأهلي وإن النادي الأهلي آآ هيسيبه يمشي آآ فري بعد كده عشان هو اللي يقدر يروح النادي اللي هو عايزه وده طبعا يعني دايما الاهلي بيقدر الحقيقة آآ لعبيه بشكل كبير جدا طيب خليني بقى روح معك من اخبار النادي الأهلي وتعالى كده نروح على اخبار نادي الزمالك طبعا محمد عواد خلاص كده شكرا هو خارج حسابات نادي الزمالك ليه لان في قعدة اتعاملت مع عواد وكان النقاش او كانت نقطة الجدل فيها على المقابل المادي نادي الزمالك حاطت سعر معين عواد حاطت سعر معين طبعا نادي الزمالك عايز اقل من السعر ده محمد عواد رافض وبالتالي محمد عواد نستني انه يجيله عروض خارجية عروض خارجية من الخليم فده اللي محمد عواد نستنيه ومش بعيد برضو انك ممكن تلاقيه في نادي مصري ممكن يعني هنشوف هنشوف خلال الايام اللي جاية ان شاء الله في اه اجتماع لمجلس ادارة نادي الزمالك لانه طبعا كان بينناقش فيه اه بعض من البنود والحاجات طبعا خاصة بملف الانتقالات وحاجات خاصة برواتب اللعيبة وبجزاج وميز وبالتحضير للموسم الجديد فخلنا نشوف برضو الايام اللي جاية هيكون فيها ايه بالنسبة لنادي الزمالك لان نادي الزمالك محتاج ان هو يحضر بشكل جيد للموسم الجديد ان شاء الله بتكلم بقى اس وقع على تدعيمات اه محتاج ان انت تعملها في خلال الموسم الجديد محتاج ان انت تبدأ بشكل افضل جزي جميل خلاص الراجل بقى جاي دلوقتي مش جاي في نص موسم ولا حاجة لا ده الراجل كده جاي من بداية قاعد من بداية الموسم يقدر يعمل معسكر اعداد يقدر ان هو يختار الصفقات يقدر ان هو يدعم الفريق ويشوف انه هو محتاجه طبعا ده في حدود الامكانيات المادية اللي هيقدر يوفرها نادي الزمالك في ظن الازمة المالية اللي كانت موجودة عنده فبنتمنى اكيد التوفيق ليه نادي الزمالك ان شاء الله حولت ان احنا نتكلم بشكل سريع عن اخر الاخبار اللي موجودة على الساحة الرياضية بكرا ان شاء الله شوفه في يوم جديد وحلقة جديدة واحداث رياضية جديدة